منطقة البحر الأحمر خصوصاً الآن هناك تغيرات استراتيجية كبيرة بفعل الهجمات التي تم تنفيذها من قبل جماعة الحوثي كيف تقرأ المشهد هناك؟ حقيقة مساء الخير تحية لكم مشاهديكم الكرام نعرف أن منطقة البحر الأحمر هي منطقة جذب ونفوذ واستقطاب منذ أكثر من ثمانية عقود أو نستطيع أن نقول منذ الثلاثينات حينما تم اكتشاف النفط يعبر البحر الأحمر 21 ألف قطعة سنوية في الاتجاهين هو الممر الاستراتيج المائي الواصل ما بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ومتم انتداده إلى عدة دوائر عالمية 12% من حجم التجارة العالمية 6% من حجم نقل النفط والطاقة إلى العالم فحقيقة هناك موضوع القواعد العسكرية شكلت القوات البحرية المشتركة عام 2002 هي قوة بحرية CMF من 12 دولة وتوالى الأسطول البحري الخامس الاطلاع بمهامه لأمن وتدفق الطاقة البحر الأحمر هو مواصل ما بين الخليج العربي أو نستطيع القول أنه عمق استراتيجي للخليج العربي الذي يصدر أو ينتج أكثر من 20% من حجم إنتاج الطاقة 40% من حجم الاحتياطات النفطية والغازية في منطقتنا فحقيقة الآن مع توالي الأحداث وتغير الخارطة الجيوسياسية العالمية انقفاض الاقتصاد العالمي وأيضا تداعيات الحروب الحرب الروسية الأوكرانية والآن حرب غزة دخلت وبقوة في التأثير على أمن وتعزيز هذا الأمن في هذا الممر البحري ألهم في ضوء ما ذكرت هناك الإعلان تم عن مهمة جديدة حارس الازدهار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هذه التهديدات هل بالفعل ستنجح في إخماد لهيب توتر يمكن أن ينشأ في أي لحظة في هذه المنطقة بوجهة نظري أن قواعد الاشتباك ما زالت منضبطة نعرف أن هناك تشكيل للقوة 153 في 20 22 فعملية حارس الازدهار هي ضمن قوات التاسك فور أو قوات المهام الخاصة الخمسة ومن ضمن ما تم تطويرها لتشمل الشرق الأوسط وحقيقة فعليا المشارك فيها تسعى دول وإلا هي قوة مشكلة مسبقا تحت قيادة الأسطول البحري الخامس حقيقة هناك ما زالت الضربات الحوثية أو نستطيع أن نقول أنه ضربات الإيرانية لأنه الأدر حقيقة لا يمكن أن تتشكل أو تأتمر أو تأخذ زمام المبادرة إلا من قوات الحارس الثوري أيضا تزامن ذلك مع إعلان تشكيل الباسيج البحري وهو الذراع الخامس للحارس الثوري مكون من 55 ألف قطعة وقد أعلنت إيران أنها ستنشر سفن حتى سفن خشبية وهي سفن دائما ما كانت تستغل في عمليات النقل والتهريب ولكن ما زالت إيران تناور بأكبر مما تملك لعنه ما هدف إيران في ذلك دكتور محمد صالح الحربي؟ في وجهة نظرية أولا على هدفين الهدف الأول توازن الرضع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإرسال رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لاعب رئيسي ومهم في هذه المنطقة عبر أذرعها الملف الثاني وعملية الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في الملف النهوي خمسة زايد واحد وما زالوا يدورون في حلقة مفرغة عشر جولات لم يتوصلوا إلى شيء منذ عشرين واحد وعشرين وعيضا عملية الضغط على إسرائيل وإن كان هذا ضغطا شكليا لا يؤثر ولكن ما زالت الضربات على السفن التجارية هي ضربات محدودة غير معثرة خاصة أن هذه السفن هي ليس مملوكة لرجال أعمال إسرائيليين فقط متى يمكن القول أن هذه الضربات مؤثرة دكتور الحربي؟ عملية التأثير إيران تعي لو رجعنا إلى التاريخ في عام 1988 حرب الناقلات الحرب العراقية الإيرانية بثت إيران الغام في منطقة الخليج العربي لمدة ثمانية سنوات وحينما أصطدم لغم بحري بالسفينة الأمريكية ساموائر روبيرس قامت القوات الأمريكية بضرب نصف الأسطول البحري الإيراني والعملياتي واللوجستيات في ذلك الوقت مما أدى إلى نهاية الحرب فإيران تعي أن قواعد الاشتباك لا بد أن تستمر منضبطا وإلا ستواجه ردا ساحقا وأيضا ستواجه ضغطا دوليا لا يشمل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني قال بالحرف الواحد سنغلق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق ومرات مائية أخرى إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك باعتقادك هل تستغل إيران وأيضا أذرعها في المنطقة ما يجري في قطاع غزة لتمرير سياسات ما وفرض وقائع جديدة في منطقة الشرق الأوسط هي بدأت حقيقة اللي توسع الجبهات سواء جبهة جنوب لبنان أو جبهة شرق سوريا أو جبهة اليمن إيران هي بدأت في المناورات والمهوشات ولكن محدودة إلى حد ما فحقيقة يعني إيران تعي حجم الرد القاسي الذي ستواجهه في حالة ضربات مباشرة نعرف أنه كان هناك أكثر من 14 عملية متمادلة ما بين إيران في خليج عدن والبحر الأحمر في خلال السنوات الثلاثة الماضية لم تصل إلى التدمير المباشر إنما هي ضربات محدودة لشلق عركة الممر المائي ولكن إيران ما زالت تدرك هذا شيء ما هي إلا أوراق إعلامية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد خلال قريبا 11 شهر انتخابات 20-24 فالولايات المتحدة الأمريكية مرتبكة حقيقة في هذا الوضع ولكن عملية تشكيل الحلف ما هو إلا خطاب إعلامي سياسي من قبل الرئيس شو بايدن وإنما الأسطول البحري الخامس هو متواجد أصلا منذ عقود في منطقتنا وفي منطقة البحرين ولكن رغم ذلك تقوم جماعة الحوثي باستهداف الملاحة البحرية في المنطقة كيف نفهم ذلك يعني؟ حقيقة ما ذكرنا أنه هي رسائل تبعثها إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة عبر أدرعها بأنها تستطيع أن تقلب موازين المعادلة الاقتصادية والجيوسياسية في هذا الممر القصد دكتور يعني إذا كان الأسطول الخامس موجود نعم إذا كان الأسطول الخامس موجود كيف تنفذ جماعة الحوثي هذه العمليات تسهدف السفن هي ضربات بالمسيرات وبالصواريخ ولكن لا تبتلك الولايات المتحدة الأمريكية نعم لا تبتلك الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ترجمة نانسي قنقر جماعة الحوثي في اليمن هل يمكن أن يكون هناك إجراءات لاستهدافهم باعتقادك؟ ممكن 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 يعني أن تكون هناك تحذيرات قوية شديدة لهجة ضربات استباقية من العمليات القيادة المركزية الوسطى تقلبها القوات الأمريكية لمواقع محددة معينة كإيصال الرسائل ولكن ما زلنا نذكر أن الضربات ما زالت هذه لم تصل إلى زخم قوي مؤثر على العالم إنما أثر على حركة النقل على ارتفاع التأمين على تحويل مسار بعض الناقلات والسفن التجارية إلى المحيط الهندي أو شرق أفريقيا بدل من قناة السويس رغم أنه قناة السويس رفعت رسومة العبور 15% فهذا ربما يؤثر اقتصادياً اقتصادياً على العالم ولكن إن تفاقم وتصاعد الموضوع سيواجه الحوثيين أو حتى النظام الإيراني وأدروعي ضربات قاسية جداً جداً أو تقف هذا المسار المتصاعد ترجمة نانسي قنقر